اشتركوا في القناة في الأول من أب أغسطس يوم الهجمات خسر هذا الرجل سبع من أفراد عائلته والسكان يقولون إن ثمانية مسيحيين قتلوا المتطرفون يستمرون بالاتصال بنا هم يهددوننا بالموت المحققون يحملون المتطرفين الإسلاميين مسؤولية هذه الهجمات الدامية وقلة من الأكثرية المسلمة في جوجرا تجرؤ على التكلم عن الحادث لا أعلم من يقف خلف هذا ولم أشهد شيئا مماثلا له في حياتي لم أرى شيئا ولكن إذا كان المسيحيون مذنبين فعليهم أن يعاقبوا السلطات تأمل أن يكون الهجوم حادثا معزولا ولكن مهجمة كنيسة في جوجرا تكررت في منطقة أخرى بالقرب من الحدود الهندية الباكستانية المسلمون يربطوننا بالغرب كمسيحيين والفكرة التي تربطنا بأوروبا والولايات المتحدة لأننا مسيحيين مبسطة جدا مأساة جوجرا نموذج لعدم التسامح القاسي في المنطقة واليوم تخطط إسلام أباد لإصلاحات في قوانينها حول التجديف الديني في محاولة للحد من الإنجراف نحو التطرف القاتل